الفلوس دي نتتاخذ من البنكة بسيطة الحافظ. نعم. فلوس مين? دي فلوس المدعين. يعني فلوس المواطن اللي هو حضرتك وحضرته. انا وحضرتك. بس دي فلوس المواطنيين. حضرتك لما البنك بياخد اربعة مليار ويسلمهم الاثناشر الف واحد بيشتعروا في البزنس او في اي نيلة. المفترض. السؤال بقى. هتحسب يعني انا حطيت فلوسي في البنك. في اربعة وثمانية خمسة مليار دين ايه? معدو مين? هتعوضوا زي المواطنة هياخد ايه? لا هو طبعا هنا اقول لحضرتك قبل كده ان سبعة وستين في المية من وداع المصريين بتغطردها الحكومة. سبعة وستين في المية. سبعة وستين من من الوداع بتغطرد الحكومة. لتلاتة واربعة اه يعني حوالي تلاتة واربعة من عشرة تريليون. اللي عند الحكومة مضمون. هو مضمون. وطبعا الدول اللي عنده عشر الف دول هي احنا قبل توسع البنوك في الدين الحكومي. كنا بنقرأ عن ازمة التعثر في البنوك المصرية. وازمة رجال الاعمال. لو تفتكر نواب القرود. ايوة. والك الناس اللي كان بتهرب بره. والازمة اللي كان بفعل البنوك المصرية. والاقتراض من الخارج. لكن من ساعة التوسح في الدين عامل محلي. واعتماد الحكومة. والحكومة بدفع من خلال الفلوس المطبوعة. فاصبح بنشوف رجال الاعمال في بزاتهم الانيقة. وبنسبة عن مرتبات رؤساء مجلس الادارة الكبيرة ومكافئات اعضم مجلس الادارة. لكن احنا بنؤكد على رسالتنا لاستادة علماء الشريعة المعلومات قدامكم. بندعوكم الى مراجعة الفتوى. مش لانحياز لرأي معين. ولكن انصافا للشريعة وانصافا للمواطن. وتحقيقا للمقاسد العامة للشريعة الاسلامية. اشتركوا في القناة